الجيش الأسرائيلي ينفذ خطة ممنهجة لطارد الفلسطينيين من أرضهم في قطاع غزة تحديدا بيلكع لهم منشورات بتقولهم أنه لازم تخلو القطاع في خلال 24 ساعة وده كان شيء مستنكر جدا من القيادة المصرية عندنا النهاردة في بيان صدر من الخارجية المصرية بترفض أنه يتم تهجير الفلسطينيين بهذا الشكل المدة نفسها غير كافية لنزوح أو لخروج الفلسطينيين من الأرض معنى كده أنه عندنا بنتكلم فيه أكثر من 1-1 من 10 مليون وفق التصريحات الرسمية 1-1 من 10 مليون فلسطينيين مطلوب منهم أنهم يخلوا شمال القطاع والاتجاه جنوبا في أقل من 24 ساعة إزاي هذا العدد يمكن أن يخلى بهذه الطريقة في عدد الساعات الأولئية لذا أنت بتكلم على مليون مواطن وأكثر من مليون مواطن يتجهوا من الشمال الجنوب بهذه الطريقة يعني في ظل انقطاع الطرق وضع إنساني مترد فعلى الأراضي نحن نحط مبرر لإبادة جماعية في الأراضي الفلسطينية يعني الكوات الإسرائيلية أو الكوات الاحتلال الإسرائيلي بتبرر لنفسها أنها عمل التحذير أو عمل التنبيه للمدنيين العزل في أراضي غزة قبل ما تقصف أو قبل ما تقوم بالاجتياح البري للقطاع فإذن إحنا أمام خطة ممنهجة ودعم غربي منقطع النظير لأول مرة بيحصل بالشكل ده بشكل فج وطريح أن هما يقوموا بتهجير الفلسطينيين من أرضهم وبيدفعوا بقوة نحية أن هما ينزدوا في جه الجنوب ومنها إلى الأراضي المصرية أو الحدود المصرية شكرا